طيب أظن يعني شفت الرابط دوات وعادة أنا مليش في صور السالفي والكلام ده بس بالنسبة لي كانت لحظة تاريخية جداً وكانت حاجة مهمة بالنسبة لي عايزة احتفظ بيها الصورة دي لكن عايزة أقول لكم على حاجة بالمناسبة أنا ما اتكلمتش فيها وإحنا بنتكلم مع دوات حتى في المقدمة بتاعتي شركة بي جروب عاملة حاجة بقى لطيفة جداً غير الرابط في كت كده شنطة صغيرة لطيفة بيج كده زريفة جداً معمولة من القماش أي صديقة للبيئة دي فيها مجموعة من الحاجات اللي تحفظ بيها على صحتك وإنت موجود هنا يعني على سبيل المثال هتلاقي مجموعة من الفيتامينات لرفع معدلات المناع على سبيل المثال هتلاقي فيه زي حاجة فيها محلول مائي ده معمول بالذات للجماعة الأجانب من ضيوف المؤتمر اللي جايين وبالتالي يبقى فيه عندهم اختلافات في طبيعة التقس والمناخ فممكن يحصل لهم دي هايدريشن أو حاجات زي كده فيقدروا يستخدموا المحلول المائي فيه مجموعة من المطهرات اللي ما هياش ألكول بيزد اللي مش مبنية على الكحول وفومز وحاجات أنا بصراحة عمري مش شفتها مش عاد بقى أحدكم شفتوها ولا لأ هتلاقي فيه حاجة اسمها أكسجن بوستر في حالة وجود صعوبة في التنفس أو اختناقات لقدر الله فدي بتستخدم طبعاً عند الضرورة يعني شنطة كده لطيفة هنا بقى انت بتشوف ايه بتشوف ازاي يبقى فيه فائدة حقيقية لما يحصل تعاون ما بين الدولة وأجهزتها ومؤسساتها من جهة كتنظيم لهذا المنتدى وما بين شركة خاصة وتبقى شركة كبيرة ويبقى ليها سمعة كبيرة ويبقى ليها سمعة دولية وما إلى ذلك دي حاجة مهمة جداً وازاي إنه التكنولوجيا وطريقة التفكير كلها بتاعتنا بتاعة مصر بالمناسبة ودي حاجة برضو حتخليك تفخر جداً